إيه الأفكار اللي ممكن تسيطر على قلبه وعقل بني آدم تخليه قول وجود الشخص ده في حياتي أهم مني أنا شفنا ناس كتير ممكن تحب أوطنها لكن مش كل المحبين للوطن مستعد يضحي بروحه في سبيل الوطن شفنا ناس كتير بتدعي المحبة لبعض لكن مش كل المحبين مستعد أن رغباته تتلاشى في سبيل إرضاؤه لمحبوبه الشخص اللي ممكن يتبرع بكليته لصحبه ولا قريبه ولا لشريك الحياة إيه الفكرة اللي كانت جوه قلبه خلته يقطع حتة من جسمه ويتبرع بيها لحبيبه ويعيش هو بنص صحته واضح أن الحب مش درجة واحدة الحب درجات وممكن يكون ملهاش نهاية واللي بيحب بيشوف الأعاجيب واضح أن فيه حوار عقلي دار ما بين عقل وقلب سيدنا عمر يوم ما فجأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر بتحبني قد إيه قال له بحبك أكتر من أي حاجة في الكون إلا نفسي قال ليس الآن يا عمر لسه شوية دي مش أعلى درجات المحبة وأنا عايز أرأيك في درجات المحبة فإذا بسيدنا عمر يقوله الديني فرصة ويروح يفكر رواية البخاري تقول إيه فراجع عمر يقول أهتف بها أحبك يا رسول الله أكثر من نفسي فقال الآن يا عمر سيدنا عبد الله بن عمر بيقول له يا والدي طب أنت رحت فكرت في إيه عشان تغير رأيك كده أو ترتقي برأيك كده قال له يا ابني أنا رحت فكرت من أحتاج يوم القيامة أكثر أحتاج نفسي أم رسول الله فوجدت أني أحتاج رسول الله يوم القيامة أكثر من حاجتي لنفسي الضعيفة ثم تذكرت أني كنت في الضلال وأن الله أنقذني برسول الله فعرفت أن يجب أن أحبه أكثر من نفسي نفسي الضعيفة اللي مش هتعرف تتكلم يوم القيامة ورسول الله هو اللي هيتكلم بالنيابة عني نفسي الخطاءة اللي هتروح ممكن تروح مكسوفة يوم القيامة والنبي هيسيب نفسه وييجي عشان حتى يشفع يوم القيامة تفهم ساعتها أن التعلق برسول الله درجات لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر